السلام عليكم أخوتي كنت من تكونوا بألف خير اليوم كنا أخبار على حاكم زياش وكذلك سنتعرفه على جديد إصابة ياسين بونو وفي الأخير كان كلام مهم على شادير رياض ويامين يامال ندخلوا في الموضوع والذي سيكون باختصار كيف العادة والبداية ستكون مع شادير رياض فبعدما استدعاء وليد الرقراقي اللاعب التفاعل مع الدعوة المنتخب المغربي وانشر صورة له بالقامص المنتخب الوطني وعلق عليها بالقول حلم آخر تحقق سعيد جدا بأول تواصل له مع الفريق الأول وبطبيعة الحال الصحف الإسبانيا ما تسرطات اليوم أن وليد الرقراقي استدعي شادير رياض وهذه صحيفة أصل إسبانيا درت واحد المقال بعنوان الرقراقي لم يسرق إبراهيم دياز لكنه سرق شادير رياض وعبروا في المقال ديالهم على الارتياح بعدما وليد الرقراقي ما استدعاش إبراهيم دياز وتمنىوا أن مدرب منتخب إسبانيا يستدعيه ويلعبه وخغير بضعة دقائق باش يسدوا الباب على المنتخب المغريبي أما بخصوص المدافع ديالنا فره تربف أحضان أصود الأطلس منذ الصغر يعني لا خوف عليه وهذا كلام المدرب تشاضع لشادير رياض وتابع شادير رياض منذ مدة إنه مدافع بمواصفات ممتازة يتميز بطول قامة ولديه بنية جسمانية عالية يلعب باندفاع كبير ويتقن اللعب بالقدم اليسرى كما يجيد الخروج بالكرة من الدفاع قد يكون لهم السقب الزاهر إنه من اللاعبين الذي نتابعهم عن كتب وقد ينالوا الفرصة مع الفارق الأول إذن كندا هو كلام تشاضع لشادير رياض كلام يدل على أن المنتخب المغريبي يكسب مدافع من الطراز العالي اللي غيرعود عليه بالنفع في المستقبل غمقوا مع برشلونة لكن غندوزوا اللاعب آخر اللي هو يمين يمال كذلك غنتكلموا على آدم أزنو حيث الأمر كيهمهم جوج وهما من تكوين مدرسة برشلونة رغم أن آدم أزنو حاليا ينتاقل الباير ميونيخ بالضبط كيلعب في الفئة اللي أقل من 17 سنة هذا جوج ديال اللاعبين خرجت عليهم أخبار والمفاد ديالها أنهم قريبين من حمل قميص المنتخب المغربي بالخصوص بعد ما تم تجاهل ديالهم من مدرب منتخب إسبانيا اللي أقل من 17 سنة وما استدعاهم شلت صفية كأس أوروبا تحت 17 سنة والصحف الإسبانية كتهضر على أن يمين يمال مرشح بقوة لحمل قميص المنتخب المغربي بالخصوص أن اللاعب مسح جامع تصاور دياله اللي كتجمعه بالمنتخب الإسباني على مواقع التواصل الشمال أما أدم أزنوفرا ما تكونش عنده مشكل حيث فيتلعب مع المنتخب المغربي تحت 15 سنة واللاعبين غيكونوا من اللاعبين اللي كيوجد فيهم المنتخب المغربي للمستقبل إن شاء الله دوزل الحارس الأول للمنتخب المغربي ياسين بونو فبعد ما تعرض الإصابة في المباراة اللي جمعات نادي إشبيليا ونادي ألميريا كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ياسين بونو رجع للتدريب مع الفريق نهار 3 اللي هو البارح ولكن استبعدوا الفكرة أنه سيكون أساسي أو سيتم الإعتماد عليه كأساسي نهار الخميس في المباراة اللي ستجمع إشبيليا والنادي التوركي فانر باشخة في المسابقة الدوري أبطال أوروبا الأساس كتبقى هذه أخبار مفرحة قبل الوديا ديال برازيل والحمد لله على سلامته نمشيو الأخبار اللي كتخص حاكم زياش واللي رجع للواجهة بعد موضعات والإدارة ديال تشيلسي في القائمة ديال اللاعبين المتاحين للبيع في الميركات والصيفي وهذا الموضوع تناولاته العديد من الصحف وأبرزهم صحيفة الدياء أطليتك البريطانية وكذلك الصحفي الشهير سيمون فيليبس تناول الموضوع ديال حاكم زياش وذكر أن اللاعب المغربي مصمم على خوض تجربة اللاعب مع نادي باريسان جرمان بالأخص أنه هناك أندية قليلة التي تقدر تخلص الراتب الأسبوعي ديال حاكم زياش واللي هو 100 ألف جنيه استرليني ومن أهم الأندية اللي بدأت الرغبة ديالها تضم اللاعب المغربي حاكم زياش كي نادي باير ميونيخ ونادي روما الإيطالي وكذلك ناديين من توركيا والحديث هنا نادي غالاطا سراي ونادي فانر بخشا لكن الصحفي المذكور ركز على حاجة وحدة هي أن اللاعب المغربي حاكم زياش كي تستهوي فكرة اللاعب مع باريسان جرمان رغم أن نادي آيكس أمستردام حتى هو غيرجع للمفاوضات لضم اللاعب المغربي لكن حاكم زياش بغي يمشي لنادي بباريسان جرمان وفي الآخر كم بغي نقول لكم ألف مبروكلين كاملين من ضمام المغرب لإسبانيا والبرتوغال لتنظيم كأس العالم 2030 أولى بالأحرى للترسح لتنظيم كأس العالم 2030 هذا شي غيرجع بالنفع لنا كمغاربة وعلى البلاد بالصيفة عامة لتنظيم كأس العالم يجب أن تتوفر على بنية تحتية على السبيطارات على مرافق عمومية وغيرها من الأشياء التي ستبقى لنا كمغاربة من أن يسالي كأس العالم هذه في حالة محظينا بشرف التنظيم وزيدوا على تشي أن الاسم البلد يكون معروف وموتوق ونحن نعرف أن المغرب يعتمد على السياحة بشكل كبير إذا الشي الذي نصل إلى النهاية كان معكم أخوكم محمد من قناة فوتفليكس إلا ما زال ما ضميتش العائلة فوتفليكس رجع لبطنك حلى بيضة وانت معنا صلوا على رسول الله وأستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا وتفائلوا خيرا تجدوا